ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بها وزارة العمل ولم تغفل عن إشراك القطاع الخاص بدفع عجلة النمو الاقتصادي باستراتيجية متكاملة ذات ضوابط لتسهل على الجميع الوظائف المناسبة بما تواكب متطلبات سوق العمل الحمد لله برنامج فرص أتاح لي الفرصة أني أتحول من متدربة لمدة ستة شهور إلى موظفة وصلت لحد اليوم من خلال السنة من العمل كموظفة إلى أني كنت مسؤولة قسم نصارت عندي مقابلة في وزارة العمل وخبروني عن البرنامج وطبعا أشكر طاقم وزارة العمل على جهودهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لي على دعمهم المستمر لي من خلال فترة التدريبية وبعد فترة التدريبية للحصول على وظيفتي الآن تدريب صراحة متعاونيني جدا البرامج مختلفة متنوعة بالعكس هم يحثونك على هذا الشيء في حال أنك حصلت على الفرصة تكون جاهز لها عن طريق وزارة العمل أخذت دورة الـ AAT كانت في تخصصي وساهمت لي الكثير والأهم الاستفادة أنني ساعدتني في الحصول على وظيفة هذا وتواصل وزارة العمل جهودها الحثيثة وسعيها الدؤوب من خلال مواصلتها بإطلاق العديد من المبادرات الطموحة والخطط التي تهدف إلى توظيف الباحثين عن عمل وتوليد فرص عمل نوعية وجعل المواطن الخيار الأول لسوق العمل للاعتماد على المواطن أساسا للتنمية جاء هذا البرنامج لحل ملف البطالة بشكل جذري وزيادة فرص العمل للمواطنين وذلك تحقيقا للاستغرار الأسري والاجتماعي من جهة ويقومون المواطنين بدورهم من جهة أخرى في بناء الوطن ونهضته طلعنا في مركز الأخبار تلفزي البحرين